إيه بقى أسباب عدم التحكم الليلي؟ وفي أسباب علشان نحاول نحل هذه الأسباب أو ندور على أجوبة لهذه الأسئلة الخاصة بالأسباب فنقدر نتجاوز المشكلة إن شاء الله أول هذه الأسباب هي قلة تطور في القدرة على الاستيقاظ عند امتلاء المثانا تمام؟ المفروض المفروض إن المثانا اللي هي اليوريناري بلدر اسمها بالعربي المثانا هي المكان اللي بيتجمع فيه البول تمام؟ لما بيتجمع البول لليفل معين لمستوى قصدي معين يعني المفروض إنه لما الطفل يكون بقى خلاص تحكم أو تعلم يعني بيحصل حالة تنبيه إن المثانا دي بتتنبه فتبدأ إرسال إشارات إلى المخ تخلي صاحب المثانا دي كبير بقى صغير ولد بنت ها ينتبه ويقوم ويحس إنه هو آه أنا عايز أقوم أدخل التوالد يعني بالبلد كده بتصحيم النوم طيب الموضوع ده بيحصل هنا بقى إحنا بنقول ممكن يكون فيه عدم التنبه ده مش موجود يعني الموضوع بقى الآلية الطبيعية دي مش موجودة طيب ده بيحصل إمتى؟ بيحصل في حالات الأطفال اللي عندهم المثانا صغيرة يعني حجم المثانا أصغر من الحجم المعتاد خلاص؟ أو في حالة ضعف ضبط أعصاب المثانا وهقول لكم هنتعامل إزاي مع الحكاية دي دلوقتي خلاص؟ يعني يا إما إن المثانا حجمها صغير فبالتالي عملية التنبيه دي فيها لخبطة أو إن الأعصاب بقى المثانا امتلقتها هي الأعصاب بقى اللي بتنبه دي هي اللي ضعيفة الأداء بتاعها ضعيف خلاص؟ طيب في حالة صغر حجم المثانا بيكون فيه تدخل تدخل طبي خلاص؟ إيه التدخل الطبي؟ فيه علاج دوائي وعلاج جراحي بنبدأ بالعلاج الدوائي فيه أدوية بتساعد عملية التنبيه دي في حالة المثانا صغيرة الحجم طيب الأدوية دي بتتاخد فترة فترة يعني لازم تقييمها ياخد شهور تمام؟ ابتدت تجيب نتيجة يبقى إن شاء الله مكملين طيب ما حصلش النتيجة بيكون فيه تدخل جراحي خلاص كده؟ ده في حالة إن المثانا صغيرة طيب في حالة ضعف نشاط أو قلة نشاط الأعصاب بتاعت المثانا بيكون برضو فيه علاج لكن لازم قبل العلاج إجراء تدريب معين التدريب ده بيكون المقصود بيه تنبيه أو ضبط الأعصاب بشكل فيسيولوجي وده الأول قبل أي علاج دوائي أو جراحي طيب إيه الشرح بقى بتاعت التدريب؟ التدريب ده عبارة عن إيه؟ خلينا نكلم صاحبة السؤال ونكلم كل الأمات والأباء اللي عندهم ابن أو بنت عنده نفس المشكلة في نفس السن كنت قلتها لكو أنا في الحلقة بس هنقولها بقى بتفصيل أكتر اللي هي طريقة إيقاظ الطفلة كل ساعتين كل ساعتين بالزبط وده المدة أسبوعين متواصلين على الأقل بقول تاني أهو الطفل نام خلاص نام مثلا الساعة 8 نام الساعة 9 فيه ناس طبعا بتسمع كده يقولوه هو فيه طفل بينام الساعة 8 يا الأطفال لازم تنام الساعة 8 أو ساعة 9 يعني ده الوقت المطلوب أن الأطفال تنام فيه وتسحى بدري ومطلوب أن يعني أن إحنا نسحى معهم بدري إحنا حتى لو سهرنا بس نسحى معهم بدري لأن فكرة الأطفال اللي بيمتد معهم السهر دي وبيقلدونا يعني أو بيقلدوا الكبار دي فكرة خاطئة تماما فأنا بقول لكم الصح طيب نام الساعة 9 مثلا طفل أو طفل خلاص الساعة 11 حضرتك كأم أو حضرتك كأب بتروح كده بتصحي طفلك أو طفلتك بتاخدوها تقعدوها على التوالد الساعة 1 نفس الحكاية 1 صباح الساعة 3 الساعة 5 الساعة 7 ما فيش هزار ده تدريب فيسيولوجي ده تدريب قد يغني بشكل كبير جدا عن العلاج الدوائي والعلاج الجراحي ليه؟ إحنا كده بننبه الأعصاب بطريقة فيسيولوجية إحنا بنتدخل بقى من الخارج وبنقع هتقولولي طايت عملنا كده أحياناً الطفل بيبقى قاعد نايم على روحه ده هو لازم بيبقى نايم على روحه يعني لأنه بيبقاين منه بيبقاين مقاريف طبيعي بقاين مقاريف أوقات كتير طفلة أو طفلة ما بيعملوش مش مشكلة مش هدفنا أنه يعمل أنه يعمل تويلت مش هدفنا أن فيه بول ينزل إحنا هدفنا أنه إحنا نصحيه ونقعده على التويلات ويشعر بفكرة جسمه يلمس قاعدة التويلات الميكانيزم ده أو المنظومة دي هي اللي بتنبه الأعصاب يقوم الجسم بقى لما يلاقي الحالة دي بتتكرر مع هذا الطفل لمدة زي ما أقول لكم أسبوعين يقوم الجسم بقى نفسه يقول لك لا أنا بقى هتدخل خلاص بقى المخ يبتدي يقول لك لا أنا بقى إيه أنا هدخل أنا بقى خليه نايم بقى يعيني الطفل ده الجسم ده خليه نايم وبعد 3-4 ساعات لما هو بقى المسانة تمتلئ لمستوى معين أنا اللي هصحيه فهمته قصدي يعني نقدر نقول إن المخ بيصعب عليه بقى الجسم بعد الأسبوعين ده ده تعبير مجازي طبعا فبيخلي بقى هو اللي يقوم يقول لك خلاص بقى ما بلاش أنتوا بقى ريحوا للأب ولا الأم بقى أنا اللي هقوم بالدور ده بس هقوم بي بقى بالطريقة السليمة يبقى هنا حصل العلاج المطلوب أو حصل التدريب المطلوب عايز أقول لحضراتكم إنه جزء كبير جدا من الأطفال بعد إجراء هذا التدريب وأنا بقول لكم أسبوعين على الأقل أحط تحتها خط لأنه ممكن الموضوع يمتد شوي يبقى أكتر من أسبوعين تمام؟ جزء كبير من الأطفال المشكلة عندهم بتتحل طب ما تحلتش لا بنرجع تاني نرجع تاني المشكلة ما تحلتش لازم ناخد وقتنا دربنا صح نوم ندخل على العلاج الدوائي برضو بتجربته الثرية اللي هي بتاخد وقتها المطلوب اللي ممكن تمتد لشهور لقدر الله ما نفعتش ممكن ندخل على التدخل الجراحي تمام؟ في حالة بقى لو الموضوع ما تحققش ممكن يدخل زي ما بقول لكم عمل مساعد اللي هو العلاج الدوائي يعني أحيانا بيمتزج بقى الموضوع التدريب الفيسيولوجي ده بالعلاج يعني تلاقي الطبيب يقول لكم هنعمل التدريب ده وهناخد الدواء ده يبقى الطفلة هنا ممكن أول احتمال أنها تستجيب للموضوع تستجيب للتدريب الفيسيولوجي ده تاني احتمال أن يحدث استجابة يعني وقتية ثم يحدث عدم تحكم تاني فساعتها بيكون القرار الطبي طيب نساعد بدواء تمام؟ يبقى هنا الدواء الطفلة بتاخد دواء مع استمرار عملية التدريب الفيسيولوجي تمام؟ وبعد كده ممكن بقى التدريب الفيسيولوجي ده يوقف وتمشي عبدواء ده شوي فهمتوا قصدي؟ أو لقدر الله بقى لا ده نافع ولا ده نافع يبقى فيه ممكن تدخل جراحي مثلا من أسباب سلس البول البولي برضو سلس البول الليلي قصدي فقداء اللي هو الفقدان التحكم بالليل عدوى القناة البولية أو التهابات مجرى البول الله التهابات مجرى البول ممكن تؤدي التهابات مجرى البول دي اللي هي مجازة نحنا بنختصرها كده ونقول إيه بحس بحرقان في التبول أو الطفل لو كبير أو صغير يعني أو لو طفل كبير وقدر يعبر يقول إيه أنا بحس بحرقان كده وأنا بعمل تويلت بيبي مثلا أو بعمل بول خلاص بيقدروا يعبروا يعني الكبار يقولك فيه حرقان في البول هو حرقان البول دا علامة من علامات التهابات مجرى البول الله بس التهابات مجرى البول ممكن تكون سبب في عدم التحكم آه ممكن تكون سبب بحرقان البول